مشاهدين كنا وقفين على ملامسة أو نقض الوضوء بالملامسة وإحنا بقلنا في الأول أن احنا بنفرق بين حكم المصافحة بصفة عامة وبين تأثرها على الوضوء بالنسبة لحكم المصافحة بصفة عامة جمهور الفقهاء على أنه يحرم خصوصا لو كان هناك يعني العمر أو السن قريب بينهما لكن طبعا الرجل الكبير في السن الشيخ الفاني أو الشيخ أو كده ما عندهمش طبعا عملية الشهوة فقالوا يجوز لكن اللي احنا اختلفنا فيه هنا هو نقض الوضوء بملامسة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي قلنا أن هناك رأي يقول بعدم النقد لو رأي الحنفية بعدم النقد ورأي يقول بالنقد مطلقا وهو الشافعية ورأي يقول بالنقد إذا وجدت أقصداء ووجداء اللذة وهم المالكية ورأي يقول إذا كانت الملامسة بشهوة وهو رأي الحنبلة وزي ما قلت لكم لنا أن نأخذ أي رأي من هذه الأراء حتى لو كان فيها تخفيفا ترجمة نانسي قنقر